الجيش الجزائري يتوغل داخل التراب الليبي بغطاء جوي توغل الجيش الجزائري بغطاء جوي ما بين 57 كم داخل عمق التراب الليبي قرب منطقة غدامس قصد منع تقدم القوات المسلحة الليبية نحو الحدود الدولية غير المرسمة بين بلدين والممتدة على مسافة 100 كم ويأتي هذا المستجد الذي تنقلته المصادر الإعلامية من الجزائر وليبيا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة الحدودية بين البلدين الغنية بالموارد التاقية والمائية حشدا عسكريا دون أي تصريح رسمي من جيوش البلدين من جهتها أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات لدى ليبيا بلاغا مشتركا أعربت فيه عن قلقها إزاء التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد ويؤكد البلاغ على الضرورة الملحة لمعالجة القضايا المتعلقة بأمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا في سياق الجمود السياسي المستمر في البلاد مما يؤدي إلى تفاقم خطر التصعيد والشباكات العنيفة داعيا قوات الأمنية الشرقية والغربية على اغتنام هذه الفرصة لتكثيف التشاور والتعاون بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الحدود والحفاظ على سيادة ليبيا ترجمة نانسي قنقر